كالشجرة الباسقة هم كلما أثمرت رميت بالحجارة ليتساقط خيرها ويعم نفعها هم العلماء والدعاة ورجال الفكر في كل زمان ومكان غصن من غصون الخير امتدت قناة قرطبة الإسلامية ناطقة باللغة الإسبانية داعية للخير والمعروف لتكون جسرا لتواصل الحضاري مع أوروبا عموما وإسبانيا خصوصا بعد سنوات من بثها وتأكيدا على نجاحها في تأدية رسالتها حصلت القناة على جائزة الإكليل الذهبي وهي جائزة تمنح للمؤسسات الأكثر تألقا وتأثيرا على مستوى العالم تناقل البعض وقائع حضور فضيلة الشيخ عبدالعزيز الفوزان للحفل في إسبانيا وتسلمه للجائزة ليجعل من هذا النجاح الكبير وهذا الإنجاز الذي حققه الشيخ الفوزان وقناته قرطبة مدعاة للنيل من الشيخ ومن ثم التقليل من تبعات هذا الإنجاز الإسلامي الدعوي الكبير في أوروبا مغردون على تويتر تصدوا لهذه الحملة وأطلقوا واسما بعنوان إنصاف الفقيه عبدالعزيز الفوزان في معرض الدفاع عن الشيخ وإنجازه وبيان للافتراء الذي تعرض له أمس وفي شريط مصور بيّن الشيخ عبدالعزيز الفوزان حقيقة ما حصل وأوضح اللبس الحاصلة وقت تسلمه للجائزة ورغم أن الجائزة عالمية عريقة تمتد لثلاثين عاما خلت إلا أن الشيخ لم يحضر حفل تسليم الجائزة دون أن يملي على القائمين شروطا تتناسب مع مبادئ الشريعة التي لا يتخلى عنها أي داعية مسلم وحين تقدمت الإعلامية الإسبانية أزميرالدا لتسليم الجوائز كان للشيخ موقف مباشر لم يرق هذا الإنجاز المنضبط الذي حققه الداعية الشيخ الفوزان لأعداء النجاح وشككوا في نجاحه وجعلوا من تسلمه للجائزة منطلقا لهدم مسيرته الطويلة في الدعوة إلى الله حول العالم وكانت قناة قرطبة الإسلامية قد حققت إنجازات كبيرة أهلتها للحصول على الجائزة العالمية لخصها الشيخ الفوزان في ثلاث نقاط فإذا كانت الدعوة إلى الله عالمية الرسالة والهدف فكيف يمكن للعلماء دعوة الناس من غير اللقاء بهم ومد جسور التواصل معهم فكيف يمكن للعلماء دعوة الناس من غير اللقاء بهم؟ ترجمة نانسي قنقر